مشاهدين تنضم إلينا في الستوديو زميلتنا كريسيان بيسري مرحبا بك كريسيان والحمد لله على السلامة نحو شهر وثلاث أيام تقريبا كنت تغطين الحرب في أوكرانيا بداية حدثينا عن الخطة التي اتبعتموها والمنطقة التي وصلتم إليها أولا وكيف بدأ العمل بداية أهلا وسهلا فيك حسين في التساعة عشر شكرا الله يسلمك بدأنا بطبيعة الحال بالعاصمة كيف قضينا فيها حوالي اليومين بوقتها لم نرصد أي مظاهر للتوتر وبطبيعة الحال لم يكن هناك أي مظاهر للحرب وحتى عندما كنا نقابل الناس لم يأخذوا كثيرا ما يتم تدوله في وسائل الإعلام عن إمكانية حرب قريبة على محمل الجد ولكن هذا لم يمنعهم من أن يتدربوا على حمل السلاح وهذا بالفعل ما رصدناه هناك أذكر بأننا غطينا مراكز لتدريب المدنيين على حمل السلاح وكان لافتا أنا ذاك بأن النساء يشاركنا أيضا في هذه التدريبات سنرى هذه الصور بعد قليل في كييف مقاطع كنتم بدأتم التصوير هناك نتابع هذه المقاطع من كييف في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف يتم تدريب متطوعين مدنيين على كيفية حمل السلاح في محاكاة لحرب يمكن أن تندلع مع روسيا نتابع بأن بعض مراكز التدريب التي لا يتواجد فيها أسلحة حقيقية يتم التدريب بواسطة أسلحة من خشب خصوصا للنساء كانت لنا بعض الدردشات مع المتطوعين هنا لسيما النساء كانوا واضحين بأنهم يتدربون ليس للهجوم وإنما للدفاع عن منازلهم وأبنائهم وأهلهم طيب كريستيان ملاحظ في تقاريرك في كييف وهذه التي شاهدناها بأن هناك قبال من النساء كنت تتحدثين عن هذا الموضوع سألتي هنا ما الرغبة ما تدافع من أجل كل هذا التدريب حقيقة كان السؤال دائما يتكرر نسأله أنه من المعلوم بأن الروس يتفوقون إن كان بالعدد أو بالعتاد على الجيش الأوكراني وفيما لو أرادوا فعلا يمكن أن يحسموا هذه الحرب في أيام قليلة جدا ما النفع من ذلك قالوا بأننا سندافع هو ليس للذهاب إلى الجبهات وليس للهجوم وإنما للدفاع فقط عن بيوتنا وأولادنا وأهلنا وبالتالي هو فقط للدفاع وليس للتوجه إلى الجبهات وهذا أيضا ما قاله لنا أحد المدربين الذين التقيناهم فيما بعد في خاركيف كان يدرب النساء وقال لنا آنذاك بأنه أتته هذه الفكرة عندما كان على الجبهة عام 2014 وفكر بزوجته وأمه أنه الآن ما الذي يحصل لهن وكيف يدفعن عن أنفسهن ومذ ذاك الوقت استحضرته هذه الفكرة بأن يقيم مركزا لتدريب النساء وهذا بالفعل ما قام به هذا العام وقال بأن النساء ليس مكانهن الجبهات ولكن يتدربنا فقط للدفاع عن أنفسهن يعني في حال أتوا نعم أتت القوات الروسية نعم إلى منازله هنا ستكون المهمة الدفاع قبل أن نغادر كييف ما هي المحطة بعد كييف كريسيان من بعد كييف انتقلنا إلى خاركيف خاركيف نعم هي على الحدود كما نرى في هذه الخارطة تقريبا الحدود الشمالية الشرقية ماذا اخترتوها مباشر بعد كييف كريسيان هذه المنطقة خاركيف كانت سابقا عاصمة أوكرانيا في زمن الاتحاد السوفيتي لها ثقل صناعي وتجاري وثقافي فيها الكثير من المعاهد والجامعات وفيها الكثير من المصانع التي تصنع الدبابات والطائرات إن كانت الحربية أو التجارية ولفتني أنا ذاك بأن الرئيس زلنسكي بإحدى تصريحاته على ما أعتقد لي واشنطن بوست قال بأن له تصريح نعم الروس فيما لو قرروا الدخول إلى أوكرانيا فإن الهدف الأول لهم سيكون خاركيف حسين لي خاركيف كذلك يعني رمزية لأنه بعام 2014 حاول الأنفصاليون هنا في دونباس المنطقة القريبة قريبة جغرافة نعم أن يأخذوا خاركيف وبالفعل سيطروا على مبنى البلدية لحوالي يومين أو ثلاثة ولكن سرعان ما تزعوها يعني الأوكرانيون الذين كانوا لنقول تابعونا لكييف يعني ليسوا مع الأنفصاليين أو ليسوا لا يدورون في فلك بوتين أنا ذاك لأنه نتحدث فيما بعد عن أن هذه المناطق تقليديا مناطق الشرقية مناطق التحدث الروسية ومناطق عادة كانت يعني لا تجاهر بعدائها لبوتين ولكن تغير الوضع فيما بعد يعني شهدت مناطق أخرى من الممكن أن يكون هناك تعامل مختلف من الجانب الروسي لذلك نوعا ما تبدل الموقف ما الذي لفتكم في خاركيف يا كريسيان يعني شيء يعلق في ذاكرتكم يعني فريق العمل هناك خاركيف معروفة بساحتها التي احتفظت بخيمة وقمنا بتقرير عن هذا الموضوع خيمة وصاروخ سقط عليها عام 2014 الناشطون هنا لم يرتضوا بأن يزيلوا الصاروخ وبالتالي إن كنت تتجول بالمدينة ترى نفس المظاهر التي كانت بـ 2014 لا تزال حتى اليوم الخيمة نصبوها أنا ذاك لدينا صور لدينا مقاطعة نعم لأكيد بأنه يمكن الآن أن نستعرض هذه الصور نعم تأبى هذه الساحة التي تتوسط خاركيف أن تدفن ذكريات الحرب تجهر هذا الصاروخ الذي أطلقه الروس على أقليم دونباس عام 2014 وتحتفظ بهذه الخيمة التي حضنت مئات المتطوعين في سنوات الحرب الأولى هي دليل على أن الحرب لم تنتهي بعد قال لنا ناشطون إذن الكاميرا تتحدث هنا بعد خاركيف كريسيان أين المستقر بعدما أنجزت المهمة في هذه المدينة؟ فقط دعني أشير حسين بأننا رأينا صورة الساحة مدمرة يعني كنا دائما نذهب إلى هناك للتغطية والاستطلاع أوضاع الأهالي لأنهم يقدمون المساعدات في هذه الخيمة التي احتفظ بها منذ 2014 لحسن حظنا بأن اليوم الذي لم نتوجه فيه لإعطاء رسائل مباشرة من هذه الساحة تم استهدافها بصاروخ روسي وكاميرا أنها تحولت إلى رمات آنتك من بعد خاركيف توجهنا إلى سيفر دوناتسك توجهنا تقريبا إلى أكثر باتجاه الجنوب إقليم دونباس هناك سيفر دوناتسك لأنه أردنا استطلاع الأوضاع في المناطق القريبة من مناطق الانفصاليين سيفر دوناتسك هي العاصمة الإدارية البديلة للوغانسك لأن العاصمة الإدارية الأساسية بطبيعة الحال أصبحت تحت سيطرة الانفصاليين مقارنة بخاركيف وكييف كيف وجدتم المنطقة هذه التي وصلتم إليها؟ كان لافتا إحسين حقيقة بأن هذه المناطق القريبة من مناطق الانفصاليين تشعر وكأن زمن توقف فيها عند ثمانينات القرن الماضي من ناحية البناء التحتية الإنترنت لم يكن يعمل دخلنا الفندق تفاجأت صراحة بجهاز التلفاز كان هناك فرق شاسع بين ما رأيته في كيف وما رأيته في خاركيف يعني أبيض وأسود؟ أنا ظننت بأنه أبيض وأسود وأودت التأكد ولكن لم يعمل التلفاز إلى هذا الحد الأمر حتى بالنسبة للبناء التحتية؟ نرى الجهاز التلفاز نعم نعم كان حتى قلت لك بأنه حتى الإنترنت كان معظم الأحيان لا يعمل وشير هنا أحسين بأنه المناطق التابعة لسيطرة الانفصاليين يستخدمون العملة الروسية الروبل لا يستخدمون العملة المحلية لديهم باسبورات خاصة بهم لا يعترف بها إلا الجانب الروسي يعني نمط الحياة الروسي وليس الروسي الآن يعني على زمن الاتحاد السوفيتي لا يزال هناك وهذا تحديدا ما جعل أهالي المناطق التي تعيش هنا يحاولون النزوح للعيش في خاركيف التي كانت تمثل لهم نموذجا للمدينة المتطورة والمتقدمة وحقيقة هناك استحضرني قليلا نموذج برلين الشرقية وبرلين الغربية نعم ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية عندما كان الناس يحاولون النزوح من ألمانيا الشرقية للعيش في ألمانيا الغربية لأنها تؤمن سبو العيش لهم أفضل من تلك التي كانوا فيها تحتاجون إلى مساعدات إلى أمور لوجستية في هذه المنطقة كيف تدبرتم أمركم يعني طعام تصريف أموال سحب أموال يعني هذا الموضوع عانيتم حقيقة بهذه المنطقة لم تكن العملية الروسية العسكرية كانت قد بدأت وبالتالي لم نعاني عانينا من هذا الموضوع عندما عدنا مجددا مع بدء العملية لاحقا إلى كراماتورسك طيب بعد هذه المنطقة حدث بأنه بسيفردوناس كنا هناك يوم السادس عشر من فبراير وهو اليوم الذي تم تداوله على مطاق واسع بأنه سيكون يوم الغزو الروسي لأوكرانيا وهناك قاموا بمظاهرات ولبوا دعوة زيلنسكي فحملوا الأعلام الأوكرانية وقاموا بترداد النشيد الوطني الأوكراني وسموه يوم الوحدة وبالتالي كنا هناك في مقطع صور هناك نتابعه كريستيان ونعود إليك نعم حتى اللحظة الأمور طبيعية تقريباً كريستيان بعدها منطقة الجغرافية نعم قررنا الذهاب إلى تشيرنيف هي بأقصى الشمال منطقة تقع على الحدود بين بيلاروسيا وروسيا وقررنا التوجه إلى هناك لأنه سمعنا الكثير عن التعزيزات العسكرية الروسية التي كانت تتوجه إلى بيلاروسيا وكان هناك أنباء عن إمكانيات أن يتم الدخول إلى أوكرانيا عبر البوابة البيلاروسية لأن الطريق يعني معبدة فيما لو أرادوا من بيلاروسيا إلى العاصمة كيف لا تستغرق أكثر من ساعتين ونصف على طريق يعني معبد وطريق واسع طيب ما الذي شاهدتموه يعني هل كانت الحركة طبيعية حتى مسألة التجارة ما بين البلدان الثلاثة يعني باعتبارها نقطة التجارة بالفعل هذا كان لافتا جدا حسين لنا عندما توجهت إلى النقاط الحدودية حيث أو نقاط التفتيش بينها لمرور البضائع والشاحنات بين أوكرانيا وروسيا وبين أوكرانيا وبيلاروسيا على نقاط التفتيش إن كان سيفينسكا أو نوريا ريلوفيتشي تفاجأنا بأن أولا لم يكن هناك الكثير من التعزيزات العسكرية سألنا عنها قالوا بأنها ليست ظاهرة للعيان ثانيا كانت الشاحنات الروسية لا تزال تعبر بطريقة طبيعية حركة التجارة بوقتها كانت ليس فقط شبه طبيعية وإنما طبيعية وأيضا عندما سألنا ضابط التفتيش على الحدود أنه كيف يمكن تفسير ذلك قال التجارة شيء والحرب شيء آخر هنا كنا في هذه النقطة بالفعل وكما ترى الشاحنات لا تزال حركة العبور طبيعية شيء الوحيد الذي لم يعد طبيعيا هناك هو قضية سفر المواطنين لم يعد بإمكان المواطنين الروس لسيما الرجال من أن يدخلوا إلى أوكرانيا عبر هذه النقاط التي كانت عادة تعجب المسافرين ومن بعد توترات بين البلدين حركة التجارة كانت مستمرة كانت مستمرة حركة التجارة نعم طيب بعد هذه المنطقة أود أن أشير هنا حسين أيضا الذي لفتني في هذه النقطة لا أدري إن كانت الصورة واضحة هناك تمثال بهذه المدينة نعم اسمه تمثال الأخوات الثلاث في إشارة إلى روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا لأنهم يعتبروا ثلاث أخوات وكانت تقليد بأنه بكل عام من يونيوم يأتي أهالي هذه البلدان الثلاث للاحتفال بروابطهم العائلية في هذه البقعة في تشيرنيجيف أو في نقطة التفتيش في تشيرنيجيف التي جغرافيا وكأنها بين البلدان الثلاث وهذا ما قادك كريسيان لأن تنهي أحد تقاريرك بأنه كيف لهذه الأخوات الثلاث أن يجتمعنا مجددا كانت الأمور تبدو نعم قلت بأي حال سيعود العيد عليهم هذا العام بإشارة إلى نينيوم المقبل بلاروسيا وروسيا وأوكرانيا نعم طيب بعد هذه المنطقة إلى أين توجهتم؟ بعد تشيرنيجيف عدنا إلى كيف مرة أخرى نعم مرة أخرى كان على أساس بأنه سيكون لنا من كان يأخذ القرار بالتوجه يعني أنا سألتك الآن ننتقل إلى خمس مناطق تقريبا يعني تقولين قررنا يعني كيف كنتم تأخذون القرار كيف كنتم تتحركون قبل حديثك ووصولك للمرة الثانية لك حقيقة كنت أخذ القرار بناء على ما أقرأه أو حتى عندما تكون على الأرض يمكن أن تكون الصورة أوضحة بالنسبة إليك وتتنبأ بأين المناطق؟ أسمعه أحيانا حتى الأطقم الصحفية الأخرى يعني دائما كنا يكون لنا دردشات سويا يعني مختلف العوامل تساعدك على تقريبا أخذ القرار الذي يمكن القول بأنه كان بمعظم الأحيان مناسبا عدنا إلى كيف لأنه كان من المتوقع يكون لنا اللقاء مع رئيس الجمهورية زيلانسكي ولكن بنفس الليلة طل بوتين واعترف باستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين دوناتسك ولوغانسك وكان بإجماع الكل بمثابة إعلان حرب وبالتالي بطبيعة الحال أجلت أو يعني علقت المقابلة وأخذنا وقتها قرار التوجه من جديد إلى دونباس تحديدا إلى كراماتورسك نعم توجهنا إلى هناك لأنه اعتبرنا بأنه الحدث اقتربنا من العشرين إلى الاربع والعشرين في الشهر تقريبا نعم هنا كنا في الرابع والعشرين من فبراع الرابع والعشرين نعم وقلنا بأنه بما أنه تحدث عن الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين وبالتالي الحدث يعني من المفترض أن يكون هنا في إقليم دونباس ويعني تحديدا كراماتورسك قررنا الذهاب إليها لأنها عام 2014 حاول الانفصاليون السيطرة عليها أخذوها لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم استعدتها كييف من جديد فإذن توجهنا إلى كراماتورسك طيب وكان لافتا بالنسبة إلينا بأنه لم يكن هناك مظاهر حرب لم يكن هناك مظاهر توتر وهذا ما سنشاهده الآن في هذا الفيديو نعم ترجمة نانسي قنقر الأجواء تبدو هنا طبيعية حتى تقريبا منتصف للفضل أنه بهذه الصور تجمع الأهالي بكراماتورسك بالسحة الأساسية للبلدة لابسين اللباس التقليدي الأوكراني وينشدون الأنشيد التقليدي الأوكرانية ويحتفون كراماتورسك أوكرانية في إشارة إلى إمكانيات ضمها أو جعلها في الإطار الروسي كما كانوا يخشونه وبالتالي كان الوضع طبيعي لمظاهر وحتى عندما استطلعنا رأي الأهالي استبعدوا استبعدوا إمكانية أن يكون هناك عملية عسكرية على هذا النطاق الواسع دائما كان حتى إذا حدث أي شيء سيكون بمناطق جدا محصورة هذا الوضع طبيعي حتى سماعك صوت الرعد في الليل حدثت لي قبل الهواء بأنك سمعت صوتا فظننت بأنه رعد أو أمطاع أو ربما هذا ما كان بودي أن أسمع طيب كانت تقريبا الساعة الرابعة والنصف صباحا سمعت صوت دوي انفجار أو قصف ما بعرف خويلا إليه بأنه ممكن لأنه كان دائما التقص هذا ما وددت أن أسمعه وسمعنا الصوت مرة ثانية هرعنا إلى ردهة الفندق وإذا بكل نزلاء الفندق إذا بدأت الحرب وكانت هناك سيدة وأتذكر جيدا بأنه لفتتني لأنها تتحدث الإنجليزية هناك عادة نادرا ما كنت ترى أحد يتحدث الإنجليزية وقالت على ما يبدو بدأت الحرب طيب كيف كان التصرف؟ ما الذي قمتم به بعد ذلك أنتم كريسيان؟ كان بلحظتها أذكر بأنه أخذونا مداخلة هنا بالحدث وقلنا لهم تحدثنا عن أنه موجودة هذه المداخلة على ما أعتقد ربما المخش يمكن نستمع إليها اليوم استيقظنا على أصوات ضوية الانتجارات ومنذ حوالي العشر دقائق أيضا دوا انتجار آخر ما اضطرنا إلى ترك الفندق حيث نحن متواجدون الآن وبفعل نرى بأنه كل الموجودون هنا يكون الفندق الآن لأنه ليس في وسط المدينة ولكن هو أقرب يعني بضواحي المدينة وبالتالي أقرب إلى تلك المناطق المشتعلة وهناك هلا وسط الموجودين هنا الكل يفرون وحتى لا يدركون إلى أين يتوجهون يعني يسألون إلى أين أنتم متوجهون قلنا لهم إلى وسط المدينة يعني لا خيار آخر لدينا طيب قبل اسمحي لي كريستيان يعني بدأت الحرب سمعت هذا الكلام من السيدة الأوكرانية وكذلك الواقع بات موجودا كيف بات يتعامل الناس مع الحالة الحقيقية التي رفضوا في البداية أن يصدقوها بأنه ثمت حرب موجودة وستكوى بالفعل حسين فجأة يعني وكأنه بين ثانية وأخرى تغير الوضع كليا البلد الذي كان بالأمس أو المدينة التي كانت بالأمس تحتفل أصبحت عبارة عن طوابير إن كان أمام متاجر المواد الغذائية أو أمام يعني في صور أعتقد نعم 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 هنا وأمام المكانات للصراف الآلي لسحب الأموال النقضية أو حتى طوابير أمام محطات البنزين يعني الوضع تغير بشكل جذري ليس بشكل تدريجي يعني بين الأمس الذي أعرضنا صور الاحتفالات وبين اليوم التالي لبداية القصف الذي انطلق من أقليم دونباس ترى المتاجر يعني كيف هرع الأهالي إلى المتاجر إلى محطات الوقود لتزويد سياراتهم وبالفعل أتذكر هنا بأنه قلنا بما أنه الانتظار طويل أمام محطات الوقود يمكن أن نعطي رسائل مباشرة من هنا تحديدا وقمنا بذلك من هذا المكان نعم بانتظار أن نتزود أيضا بالوقود لأنه تعرف يعني الأمور أصبحت غير معلومة نعم نعم بعد ذلك كريستيان التحرك الآخر إلى أين اتجهتم بعد أن سمعتم ووقعت الحرب وبدأ الناس بالفعل يعيشون الأجواء على أرض الواقع بعد كراماتورسك عدنا مجددا إلى خاركيف لأننا نعلم رمزية هذه المدينة وبأنها ستكون من المدن الأساسية يعني أكيد هذا ما سمعناه وهذا ما قرأناه ستكون من المدن الأساسية التي أو من الأهداف الأساسية للروس والذي حدث حسين بأنه عندما كنا بطريقنا من هنا كراماتورسك إلى خاركيف شمالا كنا نرى طوابير السيارات على الجهتين الطريق وعندما حاولنا معرفة ما الذي يحدث قالوا لنا بأنهم يهربون من خاركيف باتجاه دينيبرو في الوسط لأن خاركيف أصبحت تحت السيطرة الروسية كانت حالة الهلا عند الأهالي لدرجة بأن أتذكر جيدا بأن أحدهم قال لي أنت الآن ذاهب إلى أرض روسية وليس إلى أرض أوكرانية وكانت هناك رسائل من هذه المنطقة نعم هنا هذه نستمع إليها كريستيان استعادها الأوكرانيون طب هذه الأصوات الآن لا 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 وشد مفتاة ربا علينا قالوا لنا بأنه علينا نعم ابقي آمنة كريستيان هذا يعني المهم نحن نحن معكم مباشرة ولكن سلامتك الأهم نحن هنا مع الجنود يعني قالوا لنا قالوا لنا بأنه يجب أن نتوجه معهم إلى مكان آمن نعم هذه المعدات العسكرية التي تمر من أمامكم هل معروفة هل يتحدثون الجنود حولك لمن تتبع لا 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 يتحدثون لا يتحدثون ربما أسأل ماذا يحدثون هم روسيانيون نعم نعم إذن يعني هذه إذن لا أدري إن كنتم ترون الصورة ربما لا أدري إن كنتم رأيتم هذا المقطع شهد ويعني كنت أنت موجودة الغريب بأن الجنود الأوكران كانوا موجودين والدبابات الروسية على بعد أمتار تظهرها الصور الحال هناك كيف كانت ذهبنا حسين إلى التغطية هناك كنا نعلم بأنه خط تماس وقيل لنا الجنود الأوكران وعلى بعد كيلومترات هناك الجنود الروس وبطبيعة الحال وراء الجنود الروس المنطقة تابعة لهم التي هي تؤمن خطوط إمدادهم ونحن نغطي أعتقد بأنه كنا في رسالة مباشرة لمدة حوالي قبل أن يحدث ذلك لحوالي عشرة دقائق وكان الوضع هادئا وكنا نشرح عن خصوصية المنطقة وعن بعد الجيشين عن بعضهما وفجأة بدأنا نسمع أصوات أنه يجب أن نخلي الساحة صفرات الجنود الأوكران طلبوا منكم نعم نعم يجب أن نخلي الآن الساحة ويجب أن نتبعهم وذهبنا إلى الجهة الأخرى لم أكن بالبداية أعلم لماذا يجب أن نخلي ما الذي يحدث ولذلك سألت الجندي أن ما الذي يحدث وهل هذه الدبابات الروسية التي هي قادمة قال لي نعم لاحقا فسروا لنا بأن هذا وأنا بطبيعة الحال والكل يتساءل أنه إذا كانت الدبابات الروسية تأتي إلى داخل المنطقة لماذا يهرب الجنود الأوكران ولا يواجهون تبين بأنه تكتيك عسكري يستخدمونه يسمحون للدبابات والأليات العسكرية الروسية بأن تأتي إلى داخل المنطقة وعندما تقترب يطوقونها ويدمرون الدبابات وعلى ما يبدو هذا ما حتى شهدناه أظهرت بعض الوسائل الإعلام بالفعل صور دبابات هذا تحديدا أنا بأول يوم عندما سألت وقيل لي بأن هذا تكتيك عسكري قلت يمكن هذه نظرية إحدى نظريات العسكرية لا يمكن التأكد منها ولكن كما سبق وذكرت عندما كنا ندردش مع وسائل إعلامية أخرى زملاء آخرين فاليوم التالي كنت أسأل مصور الواشنطن بوست أن ما الذي صورتموه اليوم قال لي صورنا الدبابات الروسية التي تم تدميرها أمس عند مدخل المدينة الخاركي حدث ما كان متوقع عندما قالوا لنا بأن نختبئ وهدى الوضع قليلا وعدنا أعادوا وقالوا يجب أن تغادروا المنطقة الآن يعني ليس فقط الاختباء يجب المغادرة فورا أنا وأنت الآن يجب أن نغادر هذه المساحة الآن ننتقل إلى المنطقة الأخرى التي وصلتم إليها نعود إلى الخارطة الزملاء الخارطة الأولى التي كنا نتحدث عنها هنا بعد المنطقة هذه إلى أين توجهتم في السياحة؟ عندما اشتد القصف كثيرا على خاركيف وباتت غير آمنة أبدا قررنا التوجه إلى وسط المدينة وسط البلاد عذران إلى هنا إلى دينيبرو قيل لنا وكان هناك إجماع بأنها الأكثر أمنة حتى تذكرت بأن الأهالي عندما التقينا فيهم هاربين من خاركيف قالوا بأن الوجهة هي دينيبرو هنا وصلنا إلى دينيبرو ولكن كانت المفاجأة بأنه استقبلنا بصفرات الإنذار وعندما قمنا بمحاولة للتصوير في اليوم التالي دينيبرو معروفة بأنها كانت مصنع أو تحوي أكبر مصانع للصواريخ في الاتحاد السوفيتي سابقا وبالتالي بساحة مدينة دينيبرو هناك صواريخ كبيرة فذهبنا للتصوير هناك لأن الخيمة التي يذهب إليها المتطوعون لوضع المساعدات هي بين هذه الصواريخ فأتى الجيش ومنعنا من التصوير وكانت أول مرة نمنع من قبل الجيش من التصوير وقلنا له بأنه عادة نصور خيمات المتطوعين ليست المرة الأولى قال تغير الوضع التصوير ممنوع لا أدري يعني كانوا يعتبرون بأنه هذه وكأنه إحداثيات للجيش الروسي لأن هذه هي المناطق التي يتجمع فيها المدنيون أو من يقومون بالمساعدات وخرقتم حظر التجوال فيها عند وصولكم؟ لا من بعد معا غير قصد خرقنا حظر التجوال وبالتالي منعنا من التصوير هناك وحتى الأهالي لم يعودوا ودودين كما قبل العملية العسكرية الروسية كان كل على ما يبدو أصبح كل شخص غريب ربما مشروع متجسس أو عميل أو مخرب يعني توجس الأهالي لمس قليلا العدائية بعد دينيبرو ومن بعدها تبين وبدأ القصف بدينيبرو بأن الخطة الروسية هي الاستلاء على دينيبرو وعلى تشيركاسي وعلى زاباروتشي لأن هذه المناطق يمكن أن تكون هي الحزام الذي يحيد المناطق الشرقية ويفصلها نهر دينيبرو فتكون المناطق الشرقية كلها تحت السيطرة الروسية وكأنه يعني تقسيم للبلاد طيب باعتبارك كنت تأخذين القرار بالتوجه جغرافيا الآن بعد هذه المنطقة إلى أين سنة؟ بعد دينيبرو قررنا التوجه إلى أوديسا لكي نتمكننا الخروج من البلاد فكان علينا من بعد دينيبرو الذهاب إلى كيروفوغراد ومن بعدها إلى يومن ومن ثم إلى أوديسا تم إعطاؤنا هذه الخريطة لأنه هي الأضمن من حيث بطبيعة الحال كم استغرق الوقت؟ من دينيبرو للوصول إلى مولدوفا أخذتنا الطريق أربعة أيام كان نقاط التفتيش كثيفة جدا لافت لم تكن فقط من العسكريين كانت أيضا من المدنيين وهذا صراحة ما كان يقلقنا تعلم بأن المدنيين ليس لديهم الضوابط التي لدى العسكريين عادة وبالتالي لا يمكن توقع كيف سيعاملونك يمكن أن يقفون ساعات من دون أن نفهم لماذا في ذات الطريق كان هناك قصف وصاروق كان بالقرب من سيارتكم هنا تحديدا قبل أن نصل إلى القصف بمكان كما ذكرت حسين بأنه خرقنا حظر التجول عن غير قصد لأنهم قاموا بتغيير الوضع الكثير من السواتر الترابية على الطريق تغيير حتى اللافتات التي تكتب عليها أسماء المناطق إحدى اللافتات كتب عليها موسكو مثلا فكنت إذا تضع الجوجل ماب للوصول إلى مكان بدل أن يستغرقك يقول لك ساعتين تصل بعد سبع ساعات ولكنكم وجئتم بقوة مسلحة أوقفتكم نعم هناك هذا حدث في يومن كيف تصرفتم كريستيان حينها؟ يعني كنا على بعد دقيقتين فقط من الفندق وكان بدأ حظر التجول ومن ثم استخدمت اللغة الجديدة التي تعلمتها هناك نعم للغة الإشارة بفعل الذي حدث بأنه طوقتنا دورية من الجيش حوالي 15 جنديا وصوبوا البنادق باتجاهنا وطلبوا مننا النزول من السيارة وطلبوا أن نفتح صندوق السيارة وللأسف لم يفتح الصندوق بسرعة وبالتالي تأزم الوضع أكثر لأنه كما نقول بالعامية خرتشوا البنادق نعم حاول زميلنا المصور طلال أن يقول لهم بأننا لدينا إذن نعم ونحن صحفيين لم يعرفون الإنجليزية فأتيت بالهاتف الجوال وقلت لهم أن هناك فقط دقيقتين نحن متوجهون إلى فندق يعني صرت بالإشارات أنه هذه اللغة الجديدة نعم هذه اللغة الجديدة أنه نحن صحفيين نتوجه إلى فندق ولدينا فقط دقيقتين فما كان منه إلا أن استوقفني اتصل بأحدهم وحطت السبيكر ولم أكن أعلم قال لي أنه لازم لازم تتكلمين لازم أحكي فلم أكن أتأدري أصلاً مع من أتحدث حاولت شرح الوضع نحن صحفيون نتوجه إلى الفندق بعيدين فقط دقيقتين عنه ولم نكن نعلم بأن حظر التجول قد بدأ وعلى ما يبدو الآخر يتحدث الإنجليزية ترجم لزميله هذا الوضع قليلاً ومن ثم هم اصطحبون إلى الفندق الذي كنا ننميه هذا الوضع عند الجميع إلا عندك كريستيان طلبتي من الفريق أن يبدأ بالتصوير وقالوا لك دعينا نصل إلى الفندق وبعدها لكل حادث حديث حينها ليس كذلك؟ الزميل تقريباً مشكور على هذه التغطية بعد هذا المكان كريستيان مسألة القصف بالقرب من سيارتكم بعدما خرجنا من يومن ونحن متوجهون إلى أوديسا قلت هيك أنه الحمد لله طلعنا شأفي واحدة مثل ما بيقولوا وبعدها بدأت أسمع هديء كنا بمحاذاة كما ترى بالصور سكت قطار ولكنها فارغة بطبيعة الحال حركة القطارات وقفت فسمعت هدير طائرة قريب جداً وبطبيعة الحال لم أنظر حتى وسمعت صوت القصف ولكن بنهاية الموضوع عندما مرئ الموضوع تمكنت من التصوير بقايا ما أتى من شضايا الصاروخ الذي طال بعض منه نعم هذه الصور التي تتحدث عن المقاطع التي كنتم قد تعرضتم لقصف نعم على ما يبدو عرضوها قبلاً ونحن نتحدث نعم هنا بعد يعني هذه هي المشاهد للسيارة التي كنا فيها والتي طال يعني بعض الشضايا طالت سيارتنا بعد هذه المنطقة بعد هذا يعني خرجنا من أوديسا وتوجهنا إلى الحدود مع مولدوفا يعني حدود أوكرانيا مع مولدوفا أيضاً هناك كان علينا تجنب هذه المنطقة ترانزيستريا لأنها منطقة تابعة لانفصاليين مثل منطقة دومباس في أوكرانيا تابعة لانفصاليين يدورون في الفلك الروسي وبالتالي كان يخشى بأنه يمكن أن يتم تحريك هذه الجبهة وكان علينا أخذ طريق أطول لكي نتجنبها ووصلنا إلى مولدوفا التي تفاجأت حقيقة بنمط الحياة فيها هي أفقر الدول الأوروبية استضافتنا عائلة مشكورة بسبب عدم وجود فنادق كل الفنادق كانت للنازحين هذه العائلة التي استضافتنا وكما ترى نمط الحياة يعني نعم بسيط نعم بداي بسيط نعم هذه الصورة يعني إلى جانب كل هذه القصوات نعم نعم طيب تعامل كان أول يوم حقيقة نعم نتمكن من النوم منذ فترة طويلة يعني بسبب أصوات القصف والتنقل بين ردهة الفندق وبين موقف السيارات الذي حول إلى ملجأ كان يطلب منكم كريستيان عدم تنزلون إلى ردهة الفندق كان يطلب مننا عدم التوجه إلى غرفنا حتى كانت المصاعد معطلة يعني حتى إذا أررت التوجه إلى غرفتك لأخذ الوسادة والنزول للنوم في موقف السيارات كمان يستغرق وكال كثير من الوقت لأنه يجب أخذ السلالم الحالات الطوارئ نعم فكان الوضع حقيقة حتى وصلتم هذا المكان الهاني بالنسبة لكم نعم هذا المكان ارتحتم هنا بعدها كيف تصرفتم هنا الآن أنتم في مأمن وفي سلامة ويبدو أنكم تغذيتم بشكل جيد من خلال هذه الصور نعم هنا وشير حسين أيضا بما أنك تحدثت عن الغذاء الغذاء ثلاثة لا ينامون الجائع والخفان والبردان نعم حقيقة عشنا ثلاث حالات في هذه الفترة يعني ببعض الأحيان وصلنا مرة إلى فندق لم يكن هناك تقديم للطعام نعم المطاعم مقفلة هناك حظر للتجول وبالتالي اختبرنا ماذا يعني يعني أن تخور من الجوع شكرا جزيلا لك زميلتي كريسيان بيسري الحمد لله على السلامة وتجربة إن شاء الله تكون فيها الكثير من الفائدة حقيقة كثيرة هي الصور والفيديوهات التي زودتنا بها من هناك نشكرك والحمد لله على السلامة لك ولفريق العمل شكرا كريسيان شكرا